بس قبل ما يعني اتكلم او واجه الرسالة عايز بس اعمل حاجة صغرة فضل يعني انا اسف يعني ممكن تبقى في الستوديو بس انا مش محضرها فضل انا عايز بس اقومها في ثانية واحدة وقعد على طول الثانية دي انا بعملها احتراما لكابتن موسيماني موسيماني اللي انا شايفه مدرب كبير جدا 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 وما يستهلش حاجات كتيرة بتحصل معه عايز اتكلم وراء وقلم بس انا عايز اقولك موسيماني تشمي في ريح الجزية طبعا صح طبعا جدا بالارقام وتحس كده ان البطولة التالتة جاية يعني كده هو الراجل دارس افريقا كويس قوي جدا فانا بتكلم كده يعني ايه كمواطن مصري لكن انت كرياضي شاف دور موسيماني ايه مع الاهلي في مباراة النهاردة مثلا هقول لحضرتك مبدئيا كده انا عايز اقول لجمهور اني الاهلي طلع بقل الخسائر النهاردة نادي الاهلي مضغوط مباريات اجهات بدن عن اللعيبة اللي وقت بقى لحضرتك عسيس محمد وانا بوصر الرسالة دي طبعا لجمهور الاهلي اللي دايما مساند الفريق جمهور الاهلي لازم يعرف ان الاهلي جاي من كاس عالم الاندية لعن مباراة كبيرة جدا الاهلي السعودي اربعة سفر طبعا حاجة ولا اروع من الكاس عالم الاندية للسودان الساعة ثلاثة العصر لا قطر خير قطر خير فعلا لعبت الاهلي رجالة رجالة يعني كان نفسنا الفوس طبعا والنهاردة كان فيه كرة الافشة في الدين الاخيرة كانت انا متأكد الجندا يبقى ممكن القضية ممكن تو تماما بس ما حصلش نصيب ولكن نقطة احسن من لا شيء جميل طيب انت باسلوبك كده وبأدائك كده بجد انا بتدي خاف على الكرس بتاعي انت كده بيتم زيع كده بجد يا موحة يعني بجد لا يا سيد محمد احنا متعلم من حضرتك طبعا حبيب يسلوبك في رواقتي وكده طيب تغييرات موسيماني النهاردة وفكرة ان انا حسيت ان هو بيحاول يحافظ على النقطة وبيحاول ان النعيبة مجهدة زي ما انت قلت دلوقتي فكنت شايفي التغييرات ازاي انا شايفي تغييرات برضو كويسة يعني هم نزل افشة ما كان عبقادر في الدقاء الستين حسين الشحات ما كان طاهر محمد طاهر والتبديلة بتاعت حسام حسن يعني انا شايفها تغييرات منطقية واللعيبة يعني برضو عبقادر وافشة وكل اللعيبة اجهاد والله انا بقول ده يا جماعة اجهاد واضح جدا وغير كده انت شايف الضغط قبل مباراة الهلال السوداني قبل والاهلي بتبقى دايما فيه كده ضغط كبير اشيات مناوشات كده اه فهي مباراة بما تبقى السهلة خلي المباراة لها طار اه طبعا فانا بس عايز اقول حاجة عن مسيماني سريعة كده فضل للجمهور الاهلي ولكل المتابعين السوشيال ميديا وقناة الحدث مسيماني صدقني يا سيد محمد هو اسرع مدير فني عنده رؤية يعني ايه عنده رؤية للفرقة اللي هيمسكها وعنده رؤية للخصم مسيماني جه فاول اسبوع لي انت مطالب منك افريقيا وكاس مصر لو اي مدرب حتى لو مدرب عالمي هيمسك فريق اول مباراة نهائي ابطال افريقيا وكاس مصر لا انا ما تحطنيش في الحتة دي